بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم في لايف جديد من liveatfilgo.com بعد ليلة كروية حافلة هكون معاكم انا فادي اشرف نتكلم مع بعض نشوف ايه اللي حصل في الليلة الكروية بصراحة اللي كانت جميلة جدا وابتدت بتعادل منتخب مصر مع نظيره وشقيقه جزائري في ختام دور المجموعات لكاس العرب واحد واحد هدف محمد امين تجاه لجزائر وتعادل عمر السولية لمنتخب مصر وطبعا تأهل منتخب مصر كمتصدر للمجموعة بفضل نقاط اللعب النظيف وحلول الجزائر في المركز الثاني الجزائر هتلعب المغرب في دور الثمانية وبالتالي منتخب مصر هلعب وصيف المجموعة الثالثة اللي هو المنتخب الاردني واكيد برضو هنتكلم عن ليلة كانت حافلة وكانت رائعة كالعادة في دور اطال اوروبا مستني الكومنس بتاعتكم ومستني قراءكم ومستني اسئلتكم علشان نتناقش فيها خلال اللايب ده اللي هنستمر فيه نتكلم في كل ما حدث في الليلة الكروية الحافلة جدا النهاردة. نبدأ طبعا بمنتخب مصر. منتخب مصر الحقيقة النهاردة كارلوس كيروش قبل ما يبدأ المباراة عمل تلات تغيرات دخل اه حمدي فاتحي في التشكيل ودخل اكرم توفيق مكان عمر كمال عبدالواحد في ودخل اه حمدي فاتحي في نص الملعب يعني اعتبر على حساب اه اه احمد رفعت ودخل كمان محمد شريف للخط الهجوم اه التشكيل ده ما كانش فيه يعني اختلافات كبيرة جدا باستثناء التلات تغيرات دول في الناحية تاني منتخب الجزائر اه برضو خلي بالك ان منتخب الجزائر كان فيه عدد كويس جدا من اه لعبي الفريق اه الاول يعني اعتبرنا ده منتخب الرضيف كما يسمى يعني او محليين لا المنتخب ده فيه عدد لعيبة بيلعبه في المنتخب الاول بنتكلم على رايسنبورح والحارس الاساسي منتخب الجزائر بنتكلم على جمال بالعبري اللي اصيب قبل المباراة وشارك بدال ومساجل الهدف اه محمد امين توجاي وفي نفس الوقت موجود بغداء بن جاح المعاجمة الاساسي موجود ياسيم ابراهيمي بيشارك باستمرار موجود يوسف بلايلي العيب اساسي على طول في اه تشكيلة اه مدارب بقى المنتخب الاول اه جمال بالماضي فبالتالي اه يعني منتخب جزائر منتخب قوي جدا وقدم طبعا مباراة كبيرة جدا ومنحي كل اخواتنا جزائريين اللي بيتفرجوا اه معنا ومنقوله هو منه اشقاء وكانت مباراة كبيرة بين منتخبين عربيين ولا شك لا شك الى الان ان منتخب الجزائر هو احد اقوى ربما اقوى منتخبات العربية في الوقت الاحي بالنسبة لمنتخب مصر ممكن يكون سيناريو ما خدمش كارلوس كيروش شوية خصوصا مع الاصابات انت بتتكلم ان في الدقيقة اه خمسة ايمن اشرف الراجل اللي هو بيلعبه في نص الملعب في يعني نقدر نقول اختراع ولكنه كان واضح ان هو كان ليه وجهة نظر في مباراة سودان المتخب تساعدها تماما بخمس اهداف تقلق في نص الملعب وقدم مباراة ايه دا النهاردة بيتصاب بعد دقيقة الخمسة بشدة عضلي بالتالي بيدخل بداله مصطفى فتحي وتدقل بالطريقة بدل ما كان بيلعب تلاتة في نص الملعب بوجود ايمن اشرف وعمر سلاله وحمد فتح ايه لا بيلعب 4-3-1 نص فتحي اه طلع كجنيح مع مروان حمدي ورا مروان حمدي وحسين فيصل و اه ورا مروان حمدي وحسين فيصل ومحمد شريف بعد كده اه جي الهدف الحقيقة الهدف كان معبر عن سر المباراة لان منتخب جزائر كان مسك كرة لحد الماء منتخب المصر بعد نزول مصطفى حره جميع شوية لكن دا كان الفترة بسيطة جدا بعد دا كان منتخب جزائر حقيقة مسك المبارا اه 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 ادل ان هو يهدد مرمى محمد شريف لكن برضو اه هو اللي ماسك كرة هو اللي متحكم في الريتم بتاع الجيم بعد كده جي الخطأ طبعا الهدف فيه نسبة توفيق ولكن كان معبر جدا جدا عن سر المباراة في اللحظات دي الحقيقة تدخل كارلوس كيروشل رائع كمان يعني بعد اصابة احمد حجازي طبعا السيناريو تصعب عليه جدا ومشاركة احمد ياسين اللي بنرفع له قبعة نوف اول مباراة دولية تحت هذا الضغط اول مباراة دولية جديرة طبعا تحت هذا الضغط بيقدم بالاداء ده بصراحة يعني شافوه ليه هو ومهند لاشين بكمان بالذات حساب فيصل لعيبة مش متعودة لان وقيته الضغوط دي فبلعب منتخب اول ضد فريق كدير باسم الجزائر ويقدموا مباراة كويسة زي اللي هم قدموا الحقيقة في الشرط التاني تدخل كارلوس كيروش بسحب مروان حمدي غير الموفق تماما مع المنتخب البطولة وربما اقل عنصر من عناصر التشكيلة الاساسية لكارلوس كيروش ونزول مهند لاشين عاد بعض التوازن واصبح المنتخب يعني اكتر قدرة على السيطرة على كرة وسيطرة على ريتم الجيم وبفضل ضغط في سبع او ثمان دقيق في كان فيهم ضغط قوي جدا وشارس من منتخب مصر الاستغلال امثل بصراحة للركلات الركنية ده اننا نحصل عدار بالجزاء سجلها عمر السلية وعاد التعادل في كل شيء طبعا بقى بعد كده حصلت مضاء الانذارات هنا جي الحسن بقى في الاخر يعني كان التعادل في الانذارات تلاتة تلاتة وكان قبل مغرى برضو تلات انذار تلات انذارات في ظل التعادل في كل شيء انظار هلال عربي سوداني وبعد كده طرد ياسيم تتراوي بشكل مباشر بعد تدخله على مهند لشين حسم الامور الحقيقة لصالح منتخب مصر ومنح شيء من المصداقية لتجربة كارلوس كيروش الوليدة يعني كتجربة بتبدأ لسه لكن الراجل قدر انه هو يحسن تأهله من مجموعة فيها منتخب الجزائر اقوى منتخب عربي في اللقطة الحالي وربما المرشح الاول لحصد البطولة ورفقة المنتخب المغربي اللي هيتقابله في دور التمانية لكن كارلوس كيروش بالمجموعة الموجودة قدر انه هو يحط نفسه فيه مصرف المرشحين بعد مباراة النهاردة الحقيقة انه هم قدموا مباراة محترمة جدا انه فيها تماسك من النهارة تكتيكة ممكنتش اداء ممتع ولكن كان فيه تماسك فني وتكتيكي جدا بالنسبة للفريق في نص المعلام وكن نشوف جزء من تعليقاتكم بعد مباراة ونرجع في الاخر نتكلم في القصة دي طبعا يعني مبسوط جدا ان فيه اخوة جزائريين بيتفرجوا علينا وبنحييهم يعني تحية كبيرة جدا وبنشكرهم على تواجدهم دايما في الموقع الرائد في العالم العربي على مستوى الاخبار الراضية فيه كلام كتير عن هل احنا المنتخب المحلي يعني فيه سؤال من آية الشابي مصر العباء وحش عارفتم ليه ما ينفعش اي محلي يلعب على الرباعي المحترف في الحقيقة هي البطولة هنا بقى الجدائل هل احنا رحين ناخد بطولة ولا رحين نجرب عناصر انا شايف ان كارلوس كروش شغال على الخطين بشكل متوازي وبشكل منظم جدا اه احنا بنلعب من اجل المجسد ونلعب من اجل اسم منتخب مصر لانه هو لا صح انه هو ما يكونش منافس على البطولة العربية ولكن في نفس الوقت بيتضمله لعيبة لعيبة هتكون ضمن القوام الاساسي للمنتخب اظن في كاس الهم ويكونوا حوالين الصورة ممكن نشوف احدهم في القايمة انا انا شايف ان حسين فيصل ادى اوراق اعتماده وظهر بمظهر كبير جدا ولعيب من ميزة لعيب الدولي لو هنقرن بين لعيب الدولي لعيب المحلي اللعب الدولي هو اللذي بيعرف يتعامله مع الضغوط بشكل او باخر يعني فبالتالي يتعامله مع الضغوط دي هو اللي بيخليه لعيب دولي شوفنا النهاردة مهند لاشين نازل برضه في نص الملعب عامل مباراة كبيرة جدا جنب حمد فتح وجنب عمر السلية في الشوت التامي تحديدا في نفس الوقت في لعيبة ممكن تكون ما استحملتش الضغوط دي فبالتالي ممكن هي اللي يبان هنا كارلوس كروش انهم مش هيكونوا معايا في المرحلة اللي جاية لكن برضه حتى احمد ياسين لما شارك ممكن يكون غلوة فكورة ولكنه برضه لازم تقدر بالنسبة لمدافع مساك كمية الضغوط اللي تكون وقع عليه في المباراة دي برضه بعض التعليقات من اخواتنا الجزائريين هنا برضه عبد موسى بيقول لنا كان مطش جنب بس كان لازم شريفه ده أبرز حربة وطنه هو اخد باله ان مروه الحمد غير موفق في اطار الشوط الاولاني ومباراتين اللي فاته الحقيقة لما دخل محمد شريف واتكلمنا قبل كده ان تركب لهجوم المنتقى مصر كان فيها بعض المشاكل بجود محمد شريف على الوينج ومروان حمدي في القلب فبتكون محمد شريف في القلب ومكن محمد شريف على النار ده مقدمش ومجرية ده لكن الملعب اصبح اكثر توازنا وفيه مهاجم يقدر يجري في ظهر ادفاعاته ده كمان بيضغط على منتخب الجزائر في عملية بونا الكورة وبونا الهاجمة فبالتالي هنا ده كان دور محمد شريف اي نعم هو طبعا النهاردة ما كانش فيه افضل مستوياته ولكن اهم شيء انه على طول موجود وعلى طول ضغط على دفاعات منتخب الجزائر الى ان آآ خرج في ديها حوالي حاجة وتمانية آآ برضو آية بتقول لنا الاردن نتحلى بيها بطول لا طبعا المباراة الاردن آآ على فكرة منتخب الاردن منتخب عنيد جدا مش هتكون مباراة اهلة خلاص على منتخب مصر خطوم الهجومي على فكرة محترم جدا موجودة حتى اللاعب محمود مرضي آآ لسجل هدفين في بطولة لحد دلوقتي وغيرين خمس اهداف النهاردة في منتخب فلسطين فبالتالي الاردن هتكون مباراة صعب جدا اي نعم طبعا اكيد آآ منتخب مصر هو المرشح ولكن آآ الاردن منافس ممكن جدا يصعب الامور علينا لو مدخلناش المباراة العقلية المناسبة مرايم اشرف مصر تصعد بحسن سيروس لوك آآ طبعا آآ الانزارات هي اللي صعدتك في الاخر بس حلوة حسن سيروس لوك دي آآ معظم التعليقات بتتكلم عن الاداء آآ وفيها يعني فيها دعا عن قصة الانزارات وكل الكلام ده آآ منال قبيل آآ تعليق جزائري انتم النهاردة يعني بمعنى لعبتوا المنتخب المحلي لكن المراجعات بجواجهونا بالماضي ومحرز وبين سمعين وفي جولي طبعا هتكون مباراة كبيرة جدا لو حصل مباراة بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر موجود محترف الجزائر ولكن برضو همبصد على الناحة التانية منتخب مصر اكيد في حالة زي دي اكون معاه محترفي فاحب تكلم عن العيب بحجم محمد صلاح عبد الله عبدالله في العالم دلوقتي اللي تقلق كمان النهاردة في فوز ليفرقول على نيلان وفي نفس الوقت تتكلم عن عيب زي محمد النني بتتكلم عن العيب زي عمار مرموش وتتكلم عن العيب زي بيرجع من السلامة هو محمود حسن تريزيجي فبالتالي الغيابات اظن انها كانت متساوية ما بين المنتخبين لو المنتخب جزائر ان اهضنا مفتقد رياض نحرز فبالتالي برضو منتخب مصر مفتقد نحمد صلاح فبالتالي كان في نوع من التوازن واظن ان لو حصل مواجهة بين مصر وجزائر في تصفات كاس العالم مواجهة انا شخصيا ما اتمنهاش لاني اتمنى ان المنتخبين يكونوا في كاس العالم ولكن اه لو حصلت هذه المواجهة لا اظن انها هتكون مواجهة متكافئة جدا اه كل الناس اه النهاردة بتتكلم على المباراة اه احمد ياسين لو اخد فرصته عن انتخذ ده يوسف هاني احمد ياسين لو اخد فرصته مع انتخبه يكون من افضل المدافعين في مصر ده الكلام وفريقه ولعبه مع فريقه هو اللي وده منتخب مصر هو احمد ياسين لعب البنك الاهلي الحقيقة بيقدم مستويات حيلة في الدور المصري واضن ان هو تكليل لمجهوده في الفترة اللي فاتت اه في الدوري مع بداية الدوري انه يكون في منتخب مصر ينتحط في ظرف زي ده النهاردة ويقدم الاداة ده لا طبعا شيء هيل منه اه تتوقع الجزائر والمغرب كم كم طبعا يا مباراة لا يمكن توقعها لان الجزائر والمغرب زي ما احنا شوفنا في الدور الاول للمغرب في الدور الاول اقناعت وامتعت ووضعت تفسها كمرشح اول اه للبطولة منتخب قوي جدا خصوصا منتخب اه الرديف المغربي زي ما هو بيحبوا يسموه منتخب اه بيتجمع على فكرة كل كل اه توقف داولي وبيلعبوا برياته الدية هو منتخب موجود مش منتخب مش زي عندنا احنا عندنا منتخب فبدون المحترفين فروحنا بالمجمع دي لا هو ده فيه منتخب كيان قائم ذاته هو منتخب الرديف او منتخب المحليين وآآ بيتحركوا من خلاله ولعبوا كذا مباراة ودية حوالي في السنوات الماضية حوالي 17-18 مباراة ودية فهو منتخب متماسق بقيادة آآ مدرب آآ حسين عدموت اللي هو مدرب كبير طبعا آآآ فتظل المواجهة صعبة جدا نشوفنا النهاردة منتخب جزائري هو برضو منتخب قوي جدا المباراة هتحسمها اكيد تفاصيل صغيرة وان كنت ارجح ان المغرب ممكن تكون آآ اقرب من الجزائر بس الجزائر برضو آآ راجع من المباراة قوي ضد منتخب مصر فقدرت انها تتفع من صعب عكس المغرب اللي ما لعبتش مباريات قوية جدا في المجموعة سواء مع آآآ الاردن او فلسطين المنتخبات طبعا محترمة جدا ولكن ما لعبتش المغرب المنتخب المغربي ما لعبش مباراة بنفس قوة آآ مباراة المنتخب الجزائري آآ مع منتخب مصر فبالتالي تحرك كويس لمنتخب الجزائري ان هو يخلص الدول الاول بمباراة آآ صعبة ضد احد من الشيح اللقب فبالتالي قد اظن ان هو يكون اجهز لمباراة المغرب آآ عبد الرحمن محمد آآ بيسألنا آآ ايه احسن خطة المفروض نلعب بيها الحقيقة كارلوس كيروش وضع جدا وبقاله عربعة تلاتة تلاتة بتطبيقها صريح جدا ما ادوار مختلفة للاتنين اللي قدام الدفنسب میديفيلدر او الاف ديفيندر اه في قلب الملعب الحقيقة هو بينو على الطريقة دي بنشوف ادوار مختلفة سواء النهارده شفنا ادوار مختلفة في الشيط التاني مع مشاركة مهاش نحومن ادوار مختلفة الحمد فتحي في الضغط ان هو يكون لعيب متحرك مش لعيب سابت مش لعيب رقم ستة سابت بعكس مثلا انظروا مع مع الاهلي السنة اللي فات لما كنا لعب اه 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 بشكل سابت رقم ستة ومنح الحرية اكبر للسولية طبعا النهاردة كمان مع مهند لاشين السولية بدلا ما كان هو اللي بيتأخر لا السولية بقى اه اكثر جرأة واكثر قدرة على التحرك اللجومة فهي الخطة اللي هو بيفضل اربعة تلتة تلاتة مع بعض التغييرات النهاردة لعب جزء منشط الاولاني اربعة اتنين تحت ولكن انا بشوف ان افضل خطة منطقة مصر بيلعبها تحت كارلوس كيروش هي لما بيسبت اربعة تلاتة تلاتة بادوار مختلفة للاتنين اه لعبي وسط الملعب ده ليه اربعة تلاتة احسن طريقة بالنسبالي لانه بيدي حرية للاتنين الفول باكس سواء اكرم توفيق على اليمين او احمد فتوح على الشمال ده بيديهم ريحية كبيرة جدا في التقدم والرجوع وزيادة الهجومية وفي نفس الوقت بيأمينهم دفعية لان الهوف دفندر ولعب الوسط اللي قدامه على ناحيته بيسند معها وكذلك الوينج فبيديك اريحية وكذلك في العمق بيبقى فيه تلاتة في نص الملعب مع نفس الوقت مع انضمام الوينجين لجوه اه علشان يسند دفعية وكمان في الهجمات دايما كارلوس كيروش بينوع في الاتنين الوينجر زينا عنده بيبقى فيه اه اكثر سرعة لعيب على الخطة اكتر ووينجر يدخل لجوه يكون مهاجم تاني مع المهاجم رقم تسعة زي ما هو عايز يعمل مع محمد شريف وان كانت لسه الفكرة دي لسه ما سواء موصلتش سواء لمروان حمدي او محمد شريف انه يدخل يكون مهاجم تاني من ناحية الشمال لما مسلا بيالعب مصافة فتح على ناحية اليمين فبالتالي الخطة فيه فكرة كويسة هتتنفز اكتر واكتر لسه اه موجودين في كاس العرب ان شاء الله نتمنى نحن نلعب ثلاث نبارات كمان في كاس العرب يجرب فيها حاجات اكتر واكتر وكمان في كاس الامم يبقى وصل لشكل اه واضح موجود بقى يكون بقى موجود محمد صلاح يكون موجود مع عمر مربوش ممكن ان شاء الله لو ترهيزي جاي اقنع في الفترة دي يكون موجود كمان بعد عودتهم من الصابت القويب الرباط الصليبي يكون فيه اختلاف كتير جدا كمان في شكلنا الهجومي انا شايف ان شكل الدفاعي لمنتخب مصر النهاردة اه موكي كمان فيش هدفوهات لكن لا في بداية كويسة نقدر نبني عليها فانا شايف ان افضل طريقة الكارلوس كيروش مع منتخب مصر هي الاربعة ثلاثة اه عبدالله قاصم الشمي لو انا بنتقى الاسم الصح ما يلاقي اي مدى قوة منتخب الاردن زي ما اقولنا منتخب الاردن منتخب عنيد جدا ممكن يتعبنا جدا في المباراة لو صعبت علينا احنا لابد من صعبة على ناسنا فبالتالي لابد من الحذر والحرص عند مواجهة منتخب الاردن اللي زي ما اقولنا هو منتخب عنيد جدا اه لطفي جلمة اه الفرق بين المنتخبين كان في وسط مدام ومدارب مصري كان حضر برؤية صحيحة طبعا كارلوس كيروش المدارب المصري اه مدارب منتخب مصري كان حضر برؤية صحيحة وده واضح جدا في تغيراته يعني كل الناس تبقى قاعدة ما بين الشاطين تقول لك لا اسحب اه فنقول مثلا مروان حمدي ونزل احمد سايد زيزة او احمد رفعت بحيث تكمل هجوما لكنه قدر ان هو يهاجم بشكل افضل بمشاركة مكان مهاجم فهو راجل عارف هو بيعمل ايه نازل مهند لاشين منح حرية اكبر سواء لعمر السلية او لحمد فتحي في الزيادة الهجومية وده جزء من المنح مصر اه هدف التعادل بوجود على طول اه حمد فتحي ومنحاتك كمان اكتر فرصة ليك بالضغط لطباقه حمد فتحي والتبرير اللي عبر صلائي الحسين فيصل وكانت فرصة ممكن تهدد اه منتخب الجزائر اسلام النقراشي بيقولك تصدق بعد كل ده الاردن هتطلعنه الجزائر طلعنه مغرب كل شيء وارف كورة القدم ولكن لذلك لا بض من الحرس قدام منتخب الاردن لانه منتخب مش سهل على الاطلاق ومنتخب يقدر يعمل لنا مشاكل اه كبيرة جدا لو ما تعملناش مع الامور با اه اه احترام المنافس واحترام المباراة الناس بتسأل كيروش مالموا قفشا قفشا في تمرين تنبارح ما تمردش لانه كان مصاب بيشد بسيط في العضل الاماية فبالتالي مش موجود في المباراة النهار ده مش موقف يعني من كارلوس كيروش ضده او حاجة احمد مزير بيسألنا مواجهة مصر الاردن ايه افضل تشكيلة ننزل بيا ولا منطقة من مصر يقدر يوصل نص. طبعا منطقة مصر يقدر يوصل نص النهاية ولكن طبعا انك تختار تشكيل المبرأة قبلها بحوالي اربعة تيام هو شيء صعب انك تتعرفش الظروف وتكون عاملة ازاي ولكن التغيير المنطقي على تشكيل النهار ده اللي شارك ان عمر كمال عبدالواحد هيكون الظاهير الايمن بدل اكرم توفيق اه اللي حصل على الانظار ومش هيكون موجود. وفي نفس الوقت اه حالة بقى احمد حجازي هتكون عاملة ازاي? حالة ايمن اشرف هتكون عاملة ازاي? فبالتالي ممكن يبدأ بالشكل اللي انهى به النهار ده سواء اه جهزيت احمد حجازي من عدمها فهدخول احمد ياسين مسلا في مكانه تبقى حاجة او استمراره في التشكيل لو احمد حجازي موجود اكيد هيكون في التشكيل الاساسي ايمن اشرف موقفه عامل ازاي وهل مهند لشين هيشارك من البداية? ده جزء مهم جدا. هل قفشة هيرجع وممكن طبعا يكون في ادوار اللي احمد سيد زيزو في نص الملعب او احمد سيد زيزو على اه ونج ابن الوينجين لكن دور احمد سيد زيزو خصوصا بقى تكون جهازيته تمت اه ان شاء الله بشكل كامل يكون لي دور وكذلك احمد رفعت. فبالتالي توقع تشكيل اه مباراة قبلها بتلت تيامة يكون شيء صعب جدا. اه اعجبني برضو الروح ما بين الاخوة الجزائرين والاخوة مصريين في في الكومنس حقيقة يعني الحمد لله العلاقة جميلة وتقطينا بقى تقطينا اللي ممكن يكون حصل في الماضي لكن سيظل الشعب المصري والشعب جزائري اخوة سيظل الجميع اخوة وده الهدف من البطولات اللي زي كأس العرب ان احنا نتعرف على بعض اكتر ونربط المجتمعات ببعض ونربط ثقافاتنا كلها ببعض بشكل اكبر. اه هنا برضو اه احمد عوني بيقترح اه تشكيل منتخب مصر اه للمباراة بيقول الشناوي اكرم طوفي باكي مين اكرم هيكون موقوف حجازي حجازي لسه وضعه مش مش باين هيكون جاهزي للمباراة ولا لأ فاتوح باك شمال اكيد تثبت اقدامه اه بشكل كبير جدا عمر الصليا حمد فتحي محورين قدامو حسين فيصل صنع لاب حسين فيصل حقيقة انا بشوفه اهم مكسب اه لمنتخب مصر في اه بطولة دي لانه لعيب عنده القدرة على اه التعامل مع ضغطات اللاعب الدولي لعيب اه ما بيغيرش طريقة لعبه المقاردة والضغطات النهاردة نشوفه في الحمد لعب الجزائر مباراة صعبة جدا واقف على الكورة بيعمل تشيب باس اه لمروان حمدي او محمد شريف على الحسن ما انا متذكر فالعيب عنده الملكات والهدوء زي خلي كده بروت كاروي هو بارد بيعرف يتحكم في الكورة ويعرف يحرك اللعب حتى فيه احلك الضروف وصعر الكلمة اللعيب يعني اه ممكن يكون تم الواحد وعشرين سنة من وقت قريب ولكن قادر ان هو يتعامل مع الضغطة فبالتالي اه تسلم العين اه اللي شافته لمنتخب مصر جهاز كارلوس كيروش وزملائه في المنتخب طبعا اه قدمه لاعب اه قدم اوراق اتماده بشكل كبير جدا في مباراة السودان واكمل على نفس المنوال في مباراة الجزائر الاصعب بشكل كبير وفي انتظاره اكيد في مباراة الاردن ان هو يكون لي دور اكبر واكبر كمان في صناعة اللعب ومنافس حقيقي وقوي جدا سواء لمحمد مجدي افشا سواء لعبدالله السعيد في المركز ده اه هو بيمثل الامتداد لعبدالله السعيد اللي شغل المركز ده مع منتخب مصر فترة طويلة سواء مع محمد مجدي افشا اه اللعب الموجود دلوقتي والمتقلق اه بشكل كبير في الفترات الاخيرة وحسين فصل طبعا يكمل معه اه ممكن هنا اتكلمنا بشكل كبير جدا على اه مباراة منتخب مصر ممكن ننتقل اه سريعا يعني لي اه مباريات اه دوري ابطال اوروبا النهاردة اللي كانت ممتعة جدا وللغاية اه اللي حصل في المتشاط النهاردة النهاردة المتشاط ابتدت بفوز بي اس جي فوز منطقي جدا على كلاب روج اربعة واحد وفوز لايبزيج على مانشستر سيتي لا ده كان هيتقاهل ولا ده كان هيتخرج اتنين واحد مرات بقى كانت اقوى اه ليفر بول كسب ميلا اتنين واحد في سان سيرو ايكس اكمل المهمة بشكل اه بيرفكت الحقيقة ستة على ستة العلامة الكاملة بالفوز على سبورتينج لجمونا اربعة اتنين دورتموند اه غلب اه فاز على بشكتاش خمسة صفر اتلاتكم مادريد ادري في الاخر انه يهزم اه بورتو بعد المباراة شاهدت متقطين حمرواتين واحدة لكل فريق تلاتة واحد ريال مادريد برضو فوز منطقي جدا على انتر ميلان اتنين صفر في اسبانيا وشغطار وشريف اتعادل واحد واحد وبالتالي اه ترتيب المجموعات اللي انتهت من رضا المجموعات من الاولى للربعة سيتي في صدارة المجموع الاولى عشر نقاط بي اس جي تمن نقاط هم تأهلوا لايبزيج الى اه دور الاوروبي بسبع نقاط وكلاب بروج ودع البطولة كلاب بروج البرجيك اه في المجموع التاني ليفر بول اكمل المهمة برضو بنجاح 18 نقاط ست مباريات وست انتصارات لحق بي اتلاتكو مادريد بفوزه النهاردة على بورتو 7 نقاط بورتو الى الدول الاوروبي بخمس نقاط وميلان بيج ميلان يودع بعد عودة مفيدة الى دور ابطال اوروبا ولكنه يودع المسابقات الاوروبية هذا الموسم قد تكون فرصة ان يركز اكتر على السيريا السنة دي مجموعة الثالثة ايكس ازاي زاي ليفر بول بيحقق العلامة الكاملة اه في شيء كان غير متوقع في مرة تمت يعني في مجموعة ضمت كمان سبورتين ودورتموند وبشكتاش 18 نقاط ايكس سبورتينج 9 نقاط دورتموند 9 نقاط لكن سبورتينج لجمونا اتقاهل بفضل المواجهات المباشرة ما بين وما بين دورتموند فدورتموند يروح الدول الاوروبي بشكتاش يودع ابطالة الاوروبية وريال مادريد في الصدارة 15 نقاط انتر 10 نقاط شرف الى الدور الاوروبي بعد مغامرة مجنونة شاهدة تفوزهم على الريال مادريد وشختار الى خارج البطولة بعض الارقام اللي حصلت النهاردة في ظل تقلق محمد صلاح كالعادة في ليالي دوري ابطال اوروبا مثلا عندنا ان بعض المجموعات يعني بعض الارقام الهايلا صلاح النهاردة بقى اكتر لاعة جاء بجوال مع ليفر بول في دور المجموعات في موسم واحد سبعة جوال في سبعة جوال في ست متشاط في طبعا نسبة عظيمة جدا وكمان بقى رابع اكتر لاعب جيب 20 جول او اكتر في خمس موسم متتالية منذ ايان راش طبعا مش هنيجي نقايم صلاح دلوقتي ولكن ان يتحط اسمه في تاريخ ليفر بول مع ايان راش في ارقام قياسية كتير ده بيقولك ليفر بول بقى فين في تاريخ ليفر بول يعني صلاح بقى فين في تاريخ ليفر بول انه مش مجرد لاعب كويسة على النادي زي العابة زي الويس وارس زي العاب زي فرناندا توارس مش مجرد اه لاعب عنده مس viscosity او موسم او تلاتة كويسين احنا كان العاب بقى ايقونان لهذا النادي و phot officer ali disney Hard вид زي ايان راش في كنيدال يج ليش زي جيرالد فبالتالي القاضي للارقام دي من Youngigh jobs تحطه صلاح في مكان يستحقه جدا 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 في آآ تاريخ آآ ليفر بول. بعض برضو المجمعات ان ايكس تأهل بالعام الكاملة زي زي ليفر بول وسباسين هالر مهاجم ايكس لعب آآ منتخب كودفار اول لعب في تاريخ دوري ابطال اوروبا يجيب اجوال في اول ست ماتشاط لي في البطولة. سباسين هالر ابتدى البطولة السنية دي من دور مجمعات اول مشاركة لي في دوري ابطال اوروبا. وجاب ست جوال في الست ماتشاط. هو جاب جوال في الست ماتشاط. هو جاب عشرة جوال في الست ماتشاط. بعد كده ميلا آآ تزيل آآ مجمعته. وآآ ده اظن برضو حدث لم نتقرر كسيرا آآ آآ بابي برضو النهاردة بهدفينه في شباك لاب روج اصبح اصغر لعب في دوري ابطال اوروبا يجيب اكتر من تلاتين جول وده كسر على فكرة من الرقم ده رقم ليو ماسي. وكمان آآ جاب هدفه الستة واربعين السنة دي في عشين واحد وعشرين. ما حدش يوصل للرقم ده غير آآ رابرت ليفاندوفسكي هو الوحيد اللي جاب اكتر من كده. قصر لليفاندوفسكي هو اللي جاب ستة وستين جول السنة دي. يعني ليفاندوفسكي ستة وستين جول. اكتر من سجل اهدافا في عشين وواحد وعشرين ويأتي بعدين كيليان امبابي. امبابي ده كانوا هدفينه الرابع والخامس في آآ في دوري ابطال اوروبا السنة. آآ مسي سجل هدفه التاسع النهاردة مع بي اس جي في مباراة كلاب روج. وكلاب روج كمان بقى اول نادي. ده رقم سلبي جدا. اول نادي في تاريخ دوري ابطال اوروبا. بتلقى اربع اهداف متتالية في يعني تلقى اربع اهداف على الاقل في اربع مرات متتالية. وده طبعا آآ مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لكلاب روج رقم سلبي. لكن المشكلة الاكبر هتلاقيه عند من سيتي. من سيتي النهاردة رغم فوزه لكن الفريق في آخر احداشر مباراة. وآخر عشر مباراة في دوري ابطال لم يحافظ على نظافة شباكه. اطلاقا. فطبع مشكلة كبيرة جدا آآ بالنسبة لسيتي اللي اتغلب النهاردة من آآ ريد بول لايفزيج آآ اتنين واحد. آآ رياض محرز آآ كمان نهاردة سجل آآ رقم عادل بي اسين ابراهيم اللي كان في الملعب ضد منتخب مصر النهاردة. ان هو بقى ثاني لعجة ايه اللي يسجل خمس اهداف نسخة واحدة من دوري الابطال بعد آآ ياسين ابراهيمي مع بورتو لو تفتكروا في موسم الفين واربعتاشر الفين وخمستاشر. آآ دي بعض الارقام في آآ دوري الابطال النهاردة. يظل آآ بكرة مباريات برضو حاسمة ومهمة جدا في آآ دوري ابطال اوروبا. هيكون في بكرة مباريات ما بين آآ في زانة وتشيلسي ويوفنتوس مع الموضول المباريات المبكرة. اللي هي تكون الساعة تمانية الا ربع. والساعة عشر هيكون في بانفكة دانيمو كييف. اتلانتا فيا ريال. فولسبورج وليل. راسم بول لايبزيج وإشبالية. والموقعة الكبيرة ما بين بار ميونيخ و بارشلونا و مانشستر نايتد و يونج بويز السويسري. ترتيب المجموعات ده عامل ازاي? في المجموعة الخامسة وهي المجموعة الاهم لكل الناس. بايرن طبعا حسم آآ تأهله بخمستاشر نقطة من خمس مباريات. بارشلونا سبع نقاط ويحتاج طبعا لفوزه او يعني عدم الخسارة قدام بايرن مع عدم فوز بانفكة على دانيمو كييف. ويقدم فوز بانفكة على دانيمو كييف امر آآ هايي ان الحدود ممكن حاجة تحصل يعني. فبرشلونا محتاج بكرة نتيجة جيدة بآآ بارميونيخ. بعد كده آآ مانشستر رينايتد برضو ضمن الصعود. يظل بقى البطاقة التالتة ما بين بيا بطاقة التانية ما بين فيا ريال واتالانتا ويانج بويز. التاني الى دور آآ استطاشر من دور البطاقة الاوروبا والتالب الى آآ الدوري الاوروبي. ليل برضو آآ متصادر مجموعة التامن نقط. يأتي بعدين سالسبرج سبع نقط. اشبيلية ست نقط. فالزور خمس نقط. المباراة مجموعة مفتوحة لمصراعيها. دي المجموعة السبعة. المجموعة التامنة آآ تشيلسي وليوفي خلاص الامور حسمت بالنسبة لهم. تظل بقى بكرة المشكلة ما بين زينة ومالمو. مين اللي هيتقاهل للدول الاوروبي. زينة اربع نقاط مالمو ونقطة وحيدة. وضمن خلاص زينة كمان التآهل خصوصا ان مالمو آآ يعني ممكن تكون فرق النقاط. لا الموضوع لسه مش محسوم يعني. فممكن بكرة زينة ومالمو الموضوع يكون ما بينهم ده هيلعب تلسي وده هلعب آآ يوفنتس. آآ نرجع لبعض التعليقات آآ بعض الناس بتتكلم على آآ مين يفوز في المواجهة بين الجزائر. ومغرب زي ما قولي هي مباراة آآ لا تقضع يعني لتوقعات آآ بس ممكن تكون الجزائر مستفيدة اكتر بمواجهتها لمصر ومواجهتها الفريق كبير وده اللي قاله على فكرة ما تجد مقرة بعد آآ آآ المباراة. بعكس المغرب اللي مواجهتها ما كانتش آآ بالصعوبة الكبيرة يعني سواء آآ مواجهة للأردن او مواجهة فلسطين. آآ 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 في يعني نقاش داير في آآ في التعليقات بخصوص هل المنتخب جزائر آآ مفتقد لعدد لعيبة اكبر من آآ من منتخب مصر. الحقيقة طبعا المنتخب جزائر مفتقد للعيبة كبيرة جدا. متكلم مع عيوسو قاطع متكلم على رياض محرز تتكلم على آآ سفيان فجولي. ولكن برضو التشكيل الموجود في مرة في اللعب لم يكن تشكيلا ضعيفة. هم نتكلم على لعيبة سواء بتلعب في آآ دوريات خليجية قوية بتكلم على لعيبة موجودة بشكل اسم مع منتخب زي بغداد بنجاح زي ياسين إبراهيمي زي يوسف بلايلي موجودين بشكل شبه دائم في تشكيل الجمال بالماضي. وفي نفس الوقت ممكن يكون آآ مفتقد مين مفتقد آآ يوسف عالطال مفتقد آآ صفيان فجولي مفتقد عيسى مندي في قلب الدفاع. فبالتالي آآ يعني الغيابات طبعا مؤثر ولكن برضو في نفس الوقت منتخب مصر مفتقد لعيبة آآ مهمة كتير جدا. فآآ آآ برضو هنا صهيب محمود عنده تعليق طويل جدا ممكن اقراض يعني بيقوله دي اول مبارا شاهو طوله ومعلوماته ان الجزائر اقوى في افريقيا منتخب مصر آآ اقل يعني هو توقع فوز الجزائر آآ وانه لكن الحدث اللي هو عكس توقعه وكان متوقع تفاوض جزائري حتى على مسؤول الاداء لمنتخب مصر آآ بفارق على سعيد الاداء كان شايف ان المباراة كانت جايدة لمنتخب مصر وان كيروش مداري متميز ويخلي متخبط نلعب كرة حلوة ولكن هو بيتكلم عنه لشوف المباراة وطبعا صهيب يعني لو كل الحق لا كان شايف المباراة كانت متكافأ ما كناش افضل من الجزائر بشكله لكن شايف ان هكت مباراة متكافأ وان كيروش الحقيقة على الطريق الصحيح آآ محمود احمد مسألنا منتخب هيلعب امتى المنتخب هيلعب يوم آآ السابت المقبل الساعة الخامسة ضغرا ضد منتخب الاردن في آآ دور آآ التمانية لكأس العرب اللي منتخب مصر بيطمح انه آآ يحصل على لقابها المرة التانية في تاريخه على العموم آآ هنا نكون وصلنا لنهاية آآ كلامنا مع بعض النهاردة والدردشة آآ الخفيفة يعني بقصوص آآ مباراة كأس العرب ومباراة آآ دوري ابطال اوروبا نتمنى ان احنا نكوناش زيوف تقول عليكم آآ نتمنى انكم تبضل على مطول مع موقعكم المفضل في الجلد تقوم شكرا جزيلا واتسبوع على خير. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر